نجحت عنصر من القوات البحرية في إنقاذ مركب للهجرة غير الشرعية على متنها 31 فردا من جنسيات مختلفة بعد تعرضها لعطل فني على مسافة 130 ميلا بحري من السلوم حيث ورد بلاغ باكتشاف مركب بها عطل بالماكينات تنقل أفرادا لغرض الهجرة غير الشرعية أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بتقديم الدعم والإغاثة للمركب وعلى الفور قامت القوات البحرية بدفع وحدات للإنقاذ مجهزة بجميع الاحتياجات الطبية والإدارية لتمثيذ أعمال الإغاثة والإخلاء لأفراد المركب وتمكنت الوحدات البحرية من إنقاذ 30 فردا بينهم خمسة أشخاص في حالة حرجة بالإضافة إلى انتشال فرد متوفى وتم تسليم الأفراد إلى جهات الاقتصاص لاتخاذ الإجراءات اللزمة حيالهم